السلام عليكم ازايكم هاملين ايو معنا فيديو قليل النهاردة لعادة تدوير اي بانطلون جنس عندك قديم ازاي هتقدر تستفادي منه سواء للبنات او ليه او ليه الاولاد بجد افكار حلوة جدا من عادة تدوير بانطلون قبل من بداية الفيديو ياريت سبسكرايب او اشتراك في القناة وعمل لايك حلوة منكم اول فكرة معنا طبعا بناخد الكزء اللي فوق بس بتاع البانطلون الجنس بتبداية تدفي عليه مسلا قطعة من جيبة اه قديمة او تلعميني مسلا قماش بتجليه والكشكشيه وبتركبيه في الجزء اللي فوق معنا فكرة ان احنا برضو نفس الجزء اللي فوق بتاع البانطلون اللي بتدفله جبير بيتشكليه كأنه يجيبها شايفين الفكرة هنا اخدت جزء برضو من البانطلون بس حردته كده بميلان اهنا حلوة جدا ليه البنات دفلها والقطعة الدنتل العريضة هنا تلت او اربع طبقات من الدنتل في الجزء اللي فوق بتاع البانطلون برضو يتعامل حزام آآ شايفين بكرة حلوة جدا هنا دي بتخدام الجبير آآ كزا تبقى فوق بعض القطعة وماش نقدر ان احنا نكشكشها كده وناخدها داي الميدور حوالين القطعة آآ اللي احنا قسمها من البانطلون اللي اللي فوق آآ شايفين بجد افكار حلو جدا ويتقدر يتعمل منها جبات حلو جدا ليه البنات آآ بألوان مميزة البانطل بجد بيدي موزر حلو جدا لما يبقى كزا طبقه كده فوق بعض آآ يعني ما اكتر بجد البناطيل الجنس احنا بنملك البناطيل جنس كتير سابقاوي صغرت على العيال كده آآ خلاصنا بقيتش موضة ممكن ان انتوا تقدري تستفدي الجزء اللي فوق بس اللي هو من بعد الجبين ده يعني من بعد الجبين وتقدر شايفين نحط فيها اي قطعة قماش انت هباها تعمليها كأنها جيبة بسيارة طويلة آآ بالقروشي بيدي ما احنا شايفين آآ بال آآ بالضندال بالجبير تقدر ان انت بتترازي عليها زي ما احنا شايفين كده بجد برضي فكرة حلوة جدا. تقدروا تقصيها بالمنظر ده يعني رجل البنطلون اتقصت بالمنظر ده كده. واتقعمت بس باللولي في النهاية. نفس قطعة القماش اللي اتضافت من تحت اتعملت برضو منها حزام فوق. هنا برضو طريقة القص كمان مختلفة اقدت منظر تاني مختلف. شايفين هنا لو لاحظنا ان البنطلون هنا اتفتحت فالس. والدفلقة قطعة على شكل مسلس. كده الطريقة هي. قطعة مسلسة. اه تحط لها بقى كلفة. اتحط لها رجل بير. اتحط لها ضنزل. واتخيطت. وبعد كده بقى تجيبها مختلفة جدا. اه تلت طبقات او طبق بين من الامر زي ما اتنا شايفين كده. اه افكار بجد ان شاء الله تعجبكم وتقدروا تستفادوا منها باعادة تدوير اي بانطلون جنس. طبعا تقدري تطوي لي كل الجيبه اللي انت عب فيها لقطعة البانطلون الجنس. اه كايفون تنسكوا الالوان مع بعض عملتي حاجة مختلفة جدا مجديدة جيبة تانية جديدة جدا. اه هنا طول. طول حلو جدا طبقاتين فوق بعض شايفين ايه ده منظر حلو جدا وبقت جيبة اه مختلفة. اه هنا برضو اه ضنطيل داخل معايا شفون داخل معايا كلفة. اه دي ممكن كمان يعني عندنا احنا الجيبه دي مكانت يعني كانت قديمة و اه ممكن بقيتش موضة اقدر ان تبدو فيها لقطعة اه قماش جنس قديم عندك او بقى ديق حتى من الرجلين من تحت تقدر منه تحطيه على جيبة تانية وعملتي ميكس وفي نفس الوقت اعملتي اه اه يعني شكل جديد ومنتج جديد وموديل جديد ليه اه تقدر تستفادي منه وتعملي يعني بجده تحسي بعدي التدوير اه حلوة جدا ومختلفة افكار افكار بجده كتير جدا اه تقدري ان انت تعمليها حتى لو جيبة يعني مش شرط كمان يكون منطلون ممكن تكون مسلا جيبة جنس عندك وممكن لائت مسلا ديقه من تحت او قصيره اتخذ برضو الجزء اللي فوق لو مزبوط على مقاس الوسط بتاع تقدر ان انت شايفين تحط في ما يحلو لك بجد سايفين افكار حلوة جدا لكتع القماش ايه بكده في كتع القماش ان انت تقدر تجيبه زي منازيل هنا كده زي منازيل كده عملت بجد شكلها حلو جدا اجيبة حلوة اه هنا اه قطعة قماش بردو او زيباء اي قصائص قماش هنا يعني دي مثلا اي قصائص قماش كده ضفتها لي قطعة البنطلون الجنسي اللي فوق اغيرت من شكلها تمام يا رب تكون الافكار اه عجبتكم اه اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل دلوقتي اشترك بالقناة ها يلاقي اه فيديوهات حلوة كتير على القناة لعادي تدهير الملابس اي نوع انت اه تحبيه اه شايفين فكرة القص هنا يعني ايه نازل وطالع كده وطبعا بناء عليها بدأت تركب القماش اهو تركب القماش اهو اه هنا برضه عملت ايه حاجة مختلف طلعات الجبن هما برا القماش اللي ضفتها ديه ودي شكلها من ورا اه افكار ان شاء الله تعجبكم وتقدروا استفادوا منها وياريد لايكات للفيديو يا جماعة لعموني نفي توصلوا الفيديو يعني فيديو واحد لالف لايك بس انا هنفي الفيديو يوصل لالف لايك اه هكون وصوصة جدا ان شاء الله ايه هنزلكوا المزيد والمزيد من الافكار الحلوة اه في عادة تدوير اي حاجة عندك في البيت اي حاجة ان شاء الله تستفدوا منها اه اه جيبة هنا طويلة هنا برضو جيبة طويلة ممكن تعميني ماكس بجد ماكس ما بين الجنس والقماش يعني الجد حلوة جدا هنا بقى ما فصلتها الجيدة يعني ايه عملتها كإنها بنطلهم اللي هو الكالوج ده فكبت ده على ده اغامي على فتح هنا برضو فكبت الدنطلون اتفتحه خالص بتحط فيه قطعة القماش المستلسة والطعامة بالضنتيل ثلاث طبقات هنا من الطل والطعامة بالضنتيل مع الوردة اللي حاطتها في الجن بقدت منظر حلو جدا في جيد جيبة الجديدة دي اعتبر جيبة جديدة عملتنا آآ ميكس ما بين جيبة قديمة والقطع اللي فوق من البنطلون بنطلون هنا لما تفتحه اهو جد عملت ميكس حلو جدا من القماش مع البنطلون آآ هنا معنا برضو فكرة حلوة جدا يعني قصة البنطلون شرايح وهي بدأت ان هي تضيف بقى ما بين كل شريحة والتانية وقطعة مسلس سواء بلون واحد او بلونين قدت مرضو منظر مختلف للجيبة كيفين يا جماعة المكساد والافكار هذه ترتيب البنطلون بقى شرط وبقى آآ شرايح وبعدين ما بين كل شريحة والتانية قطعة مسلس طريقتها سهلة جدا وتقدر تعمليها آآ ممكن هنا كتعة قماش على شريح شرائط كده كشكشة هنا تدخل جنس مع جنس يبدأ فكرة حلوة جدا يعني جنس مع جنس يعني الكتعة كمان من جنس كونتها وعملتها مسلس ويبدأت تدخلها في البنطلون آآ يعني ممكن كمان يبقى من على الجنب حلوة فكرة على الجنب دي بتاعة القماش تقطف على الجنب سواء جبير او سواء مرطل او سواء طل او سواء شفون او سواء قماش كل ده تقدري ان انت تنفيزي عاجة جديدة ومختلفة وتقدري ان انت استغلي مش شفت كمان بانطلون جنس هو يعني بانطلون احمر ادي الفكرة بانطلون او اتفتح وياتحطت قطعة المسلس من النص سواء باعي زهب بلون واحد بلونين بطبقات وياتفق بعض جد فكرة هيلة وان شاء الله في المزيد ومزيد من الافقار بإذن الله في اعادة تدوير اللابس بتخليك يعني مش هترمي اي حاجة مش هترمي اي حاجة لأ ليها فكرة كل حاجة ليها فكرة وليها استفادة بس بتبقى بس يعني عايزة ايه الطريقة لان هابدأ بيها او ايه الفكرة اللي انا ممكن استغلها للقطعة اللي قدامي انا بقدم لك على القناة في الافقار حلو كتير جدا سواء لي اعادة تدوير الفساتين امصان النوم البلزر البدل البنوس الفساتين الجباد كل حاجة يعني هنا برضو فكرة من انت حتى لو انت حتى لو انت يا قران بيجي اجيبوا مثلا جانت في السيارة ما عايزة تطوليها تقدري برضو تطوليها في فكرة القماش اللي احنا شاهد يعني تقدر استغليها بكذا حاجة يعني تقدر استغليها بكذا حاجة في نكور البنبون برضو على الجبين والدين من تحت بيجيبوا حلو جدا لي البنات ان شاء الله تستخدموا من الافقار المهيلة دي بجد افقار حلو جدا تطعيم بالجنس قطع جنسة تقصف على شكل نجوم ممكن تبقى على شكل قدوب آآ كلفة من تحت برضو حلو جدا بجد افقار الحلو جدا لي العادة تدوير الفناصيل او كمان الجباس الجنس تقطعيها شرشيب دي ما احنا شفنا في النباتة تعمليها قرانيش من تحت مع فيونكا برضو من الجنس آآ شرشيب برضو ده بيباع عند الخردواتي آآ دي برضو ممكن يكون كان ديل من جيبة قديمة والضاف للقطعة اللي فوق برضو بتاعت البانطالون الجاس الوسطة بس دي برضو يعتبر برضو كجيبة فكر هنا حلو جدا يعني تدخل برضو ايه جنسات مع بعض فاتح مع غامة كلها جراحة تقصص بنفس المنظر كده وتخيطت في بعضه وتضافت ليه الجزء اللي فوق وبقى الجيبة مختلفة جدا وجديدة ما تنسوش اللايك بجد والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش يشترك ويتفرد على فيديوهات فكرة وشغله معلومة آآ هيستفاد جدا حلو جدا الاضافة الكوروشي الكوروشي مع الضانطيل بجد بيدي حاجة مميزة كده كتعة قماش يعني بيدي منظر كده رقيق وفي نفس الوقت آآ مميزة كتعة قماش يعني عيفين شرايط قماش فوق بعض يعني تخيله يعني دي كده اللي البنوتة بجد حلو جدا ممشيك في الخروج للبنات الصغيرية آآ تطل مع الضانطيل مع شريط آآ تعمل على شكل آآ فيومك كده من الجنب آآ آآ يارب تكون الأفكار آآ معجبتك وتقدروا ان انتم تنفذوها من آآ آآ أي بنتانون جنس عندك قديم او جيبها آآ جنس قديمة آآ بديكي أفكار حلوة كتير رايد اذا ما ينتي تنفذيها تختار منها المنتي عايزاي شايفين برطينا آآ آآ جنس مع الجنس الطاف الزين بتعمل على زي شكل كلوش كده آآ جيبها مميزة هنا في البنات آآ شكلها حلو جدا ممشيك آآ شايفين هنا برضو ان مفارش الكورشي آآ في مفارش كورشي برضو تقدر ان انت التعامي بيها و الزين بيها آآ آآ بيكون شكلها حلوة جدا يعني بيقى جيبها مختلفة جدا يعني كأنها ممكن تبقى جاهزة من برضو بصفها البنات الصغيرين إلى الطل يعني بجرد اضافته حلو جدا وبيه بمنظر حلو جدا لما تعملين من الوان مختلفة ينفعك للبنات الصغيرين في الحفلات آآ أو في الخروج شايفين 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 هاله دي الطل تداخل الوان مع بعض او ممكن تعملين لون واحد هنا قطعة من القماش يعني اي قماش ضوائي عندك في البيض تقدر ان انت تقص قصيها بالشكل المثلثات دي وتقدر ان انت تجفيها هنا زينا فيها الجوب اللي فوق بقماش ضد هنا شالة الجيب مثلا من ورا ويخططه قدام يعني تشايفين افكار حلوة كتير يعني مميازة تقدر ان انت تجددي باي طريق انت حباها تكبت برضو الحزان يبقى من نفس لون القماشة اللي اضافت من تحت برضو ادت منظر حلو جدا وباقت جيبا مميزة فيها تناسك هنا اتقصت على شكل حردة كده على الجنب والضاف لها كذا طبقة من اي قماش عندك من البيت هنا في فكرة مناديل كده دي قماش بتعمل على جي شكل مناديل مثلسات واضافت هنا برضو الطل شايفين حلو الطل جدا بجد افكار حلوة كتير ومتنوعة لاعادة تدوير الطنطنون في فكرة الجن لجيبات بافكار كتير جدا مختلفة سواء للبنات الصغارين او للشابات او للفحلين لو عنا بجيلها برضو زي فكرة الجيبا نحن شفناها اللي فاتت دي كمان يا رب يكون الفيديو عجبكم اشتركوا 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 باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى